اهلا ومرحبا بكم في قناتي شكرا لتسجيلكم بالقناة وشكرا للتعليقات الحلوة اخواتي اللي كدخلوها لدائمة فيديوهات لما ارديتش عليكم الا اذا كان عندي الشغل اذا ما كانش عندي الشغل اذا فانكتب لكم وهكذا كيكون هاد الهودينج مشاعر الله زوين اه هنا يتقدروا تشاركوا في القناة ديالي في اليوتيوب مرحبا بكم فضلا فضلا وليس امر ان احتى عندي سواء تمانية تمانية سيتة سيتة في انستغرام اذا بغيتوا اي سؤال تقدروا تكلوه لي وحتى اذا بغيتوا تكونوا متستبعات الي في سواة تمانية تمانية ستة سيتة في انستغرام مهم بعد الاكل ما شاء الله ناكله اذا فمن بعد واشنون ناكله سواء الفواكه او لا شي ديسير كان نبغيو ناكله معه شي ديسير فديسير اللي قدرته اليوم مهم مثلا اذا بغينا مثلا خضراء الفواكه او مثلا بغينا نديره مثلا هذا الجلاس مع هذك الفواكه او اللي بغينا وهذا اليوم وشنو درت هذك البودينج هذك البودينج من اللي طيبته اذا فضرت عليه وراءه هذا اللام اشي هادا غدي نوري لكم غدا كان نقول لكم هنا وصفي يعني بعد الاكل كنبغيو شي حاجه حلوه كنبغيو ناكله شي ديسير تحلية وكي يكون لديد ما شاء الله زوين هذا اللي غدي نقول لكم وكنت شاركت معكم في الليف شريح بCheck aneo عطري لكم ولكن ما ليسا بهذا المساحته مهم، هنا انا عطيت سبيل صغيرة وبحل أوريون نماث نفس الشيء اذا قدرت له لقدرت له خلص 4-5 ساعة قطعت هكذا هكذا بهذا قطعت هكذا في حلو اذا قطعت الا حتى واحد بكي كاملا لم نتوقع لحسب في oct . في 0.5 لتر حليب مربعه قطعت قطعت السكر سنجلو جيدا ونجدوا في الاعداء الزوج مع القكبارات الماء أو البودنج نضع القكبارات بالحليب نخلطه جيدا لكي لا يكون شكويرات بعدما لا يكون شكويرات سوف نفرغه في هذا الحليب هذا لكي لا يكون شكويرات نخلطه الول ومن هذا الحليب بعدها نضع القكبارات ونضع سكر فني فرغته هنا في هذا الحليب ومن بعد قسمت هذا فرغت هنا فيه ومن بعد قسمت قمت بتقديم الشوكولات قمت بتقديم الشوكولات قمت بتقديم الشوكولات السوداء المرة التي تكون هذه الغبرة خلطته ومن بعد خلطته ضعه هنا ومن بعد قسمت قمت بتقديم الشوكولات مثلا قمت بتقديم الشوكولات نضيفه فوق النار نضيفه في سكر فاني نضيفه فوق النار نضيفه جيدا ونضيفه فوق النار ليس جاهدة لكن نقصها لكي لا يتحرق هذه هي هذا هو ما هو العقد سوف نضيفه في الكيسان فرقته في الكيسان هذا هو كيسان كمية صغيرة كمية قليلة كمية صغيرة ليس كمية قليلة هذا هو كمية كبيرة بعدما اضيفه ميزانة 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 نضيفه نضيفه فوق النار خلطه نضيفه كمية قليلة لكي لا يكون كمية قليلة نضيفه ونضيفه 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 في الثلاجة ونضيفه 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 نفس الشيء ونضيفه 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 ويلاحظ بردت نضيفه ونضيفه 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 و النصف الآخر هو هذا البودينج مخلط مع الأوريو مثلا هذا اسمي تونيو؟ هذا يزوي نفس الشيء اذا ها هو يكون هكذا عاقد فوق هذه الزجاجة لكي نبليكم بأنه لا يوجد طبقات طبقة سوداء شوكولا و هذا الطبقات مخلط مع الأوريو يجب أن نجد قطاع البيسكويت أوريو جيدة و هناك قطاع برد يلا ها قدرته ثم برد واحد قليلا سوف نجعله في الزجاجة و كي نعقد مزيان مزيان وهو كان نبينه لكم يكون جيدة ما شاء الله لذيذ لذيذ كذلك نريد أن نكتره أوريو و نكتره أوريو هذا يجب أن نقوم برد يجب أن نقوم برد هذا يجب أن نقوم برد يجب أن نقوم برد و نقوم برد شكرا لكم سلام لكم شكرا